نجدد مرة أخرى سباح الخير لكاميل سباح الخير للويسين سباح الخير لكل متابعي ومتابعات في متابعة لتطورات عملية تفين الأقصى موقع سبيس الإخباري يكتب مقتل 30 شخص على الأقل في ضربات ليلية على قطاع غزة قتل البارح أكثر من 30 شخص وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الصهيونية على قطاع غزة بين ليلة 3 وال4 حسب ما أفاد به مسؤول في حكومة حميس اليوم إصباح القصف جاء على عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر حسب مقال سلمة معروف رئيس مكتب الأعلام الحكومي في غزة وفي اليوم الخامس من الاشتباكات العسكرية بين كتائب القصيم وقوات الكيين الصهيوني وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت على ارتفاع حصيل الضحايا قصف الكيين الغاشم على القطاع إلى 717 شهيد بينهم عدة نساء وأطفال وتجاوز عدد الجرحة 3800 جريح وفيهم شكون في حالة حرجة وزارة الصحة الفلسطينية صرحت أن المعتدية تعمت قصف المستشفيات والمدنيين وتعاطي المجتمع الدولي للتحرك لصد هذا العدوات ومن جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل قطاع غزة في حين تتواصل الهجمات العنيفة على القطاع جواً وبراً وبحراً قلوبنا وصلواتنا لأهالينا في فلسطين وفي غزة وفي صحيفة لوفي غاغون أقرأ على اليون أنسي يسمد ماني دماغنيتود 6.3 فخابة نوفو الويس دو لأفغانستان زلزيل بقوة 6.3 درجة يضرب غرب أفغانستان زلزيل بقوة 6.3 ضرب بصباح لربعة غرب أفغانستان وإن أوقع زلزيل بنفس القوة جمع اللي فاتت أكثر من ألفين قتيل بحسب ما أعلن عليه المركز الأمريكي لرصد الزليزل هيئة المسحل الجيولوجي الأمريكية قالت أنه زلزيل وقع قرابة الساعة الواحدة إلى ربعة ليلة بتوقيت جرينيتش على عمق ضحل وأشارت إلى أن مركزه يبعد تقريبا 29 كيلومتر شمال مدينة هارات وبحسب وسائل إعلام محلية فإنه برشة من سكان المدينة قاعدين يعاديوا ليليهم في خيام بالهواء الطلق من اللي وقع زلزيل مدمر نهار سبت واللي أعقبته 8 هزات ارتدادية قوية صحيفة ذكرت أنه أفغانستان تعاني بالأساس من أزمة إنسانية مساعدة الأجنبية منذ عودة طالبين إلى السلطة عام 2021 وأنه ولاية هارات اللي وقع فيها الزلزيل واللي يسكنها 1.9 مليون شخص وتحادي إيران تعاني من جفاف مستمر منذ سنوات شلة الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية ربي معاه أهلينا في أفغانستان كذلك كانت هيد الغوفي متاعنا اليوم وسيم نتلقى في الغوفي